إذن معنا مباشرة من عمان السيد سركيس جوبريان وهو محل الأسواق في إيكوتي جروب أهلا وسهلا بك معنا يعني لعل التباشير لنهاية العام كانت تحمل ملامح إيجابية فيما يتعلق بحلحة بعض الملفات العالقة وبوادر انفراجة في المؤشر بين بكين وواشنطن وهناك أيضا وصول بوريس جونسون أعطى ضوء أخضر ربما لبريكزيت آمن لكن أوروبا رغم كل هذه المحفزات تبدو عبر بياناتها الاقتصادية خاصة الصناعية وحتى الخدمات يعني ليست على ما يرام بحاجة إلى مزيد من التحفيز يعني إلى أي مدى ستربك حركة الاقتصاد في العام المقبل أوروبا؟ في الحقيقة البيانات الاقتصادية التي تصدر من منطقة اليوروب بالفعل تشير إلى الاقتصاد في المنطقة يعاني ضعف واضح في قطاعاته وهذا إن صح القول فإنه إشارات مبدئية إلى توجه الاقتصاد الأوروبي نحو الركود الاقتصادي طبعا في حال لم يقوم البنك المركزي الأوروبي أو الحكومات في دول منطقة اليورو بتحفيز الاقتصاد ورأينا أيضا المفوضية الأوروبية تدعو حكومات منطقة اليورو لاتخاذ إجراءات تحفيزية واستثمارات في منطقة اليورو من أجل تحفيز الاقتصاد وكل ذلك اندل على شيء إنما يدل على أن اقتصاد منطقة اليورو يتوجه شيئا فشيئا نحو الركود حتى بيانات قطاع التصنيع أو الصناعات التحويلية اللي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت انكماش متواصل لأحد عشر شهرا متتابعا وهذا كله إشارات شفناها في مرات سابقة قبل الركود الاقتصادي اللي حصل في 2012-2013 وهذا يدل بالتالي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بالفعل بحاجة لمزيد من التحفيز وإجراءات غير اعتيادية إن كان من البنك المركزي الأوروبي أو أيضا من الحكومات في دول منطقة اليورو نعم طيب سيد سيركيس دعنا نتحدث نوعا ما عن هذه المؤثرات الإجابية منها والسلبي على أزواج العملات الرئيسة يعني كيف تجدون فنيا لدينا صعوبة مقدرة اليورو الاحتفاظ بمكاسب محدودة كان قد سجلها خلال الجلستين الفائتتين مستفيد من ضعف للدولار أو استقرار إذا ما صح التعبير على خلفية هدوء ملف التجارة يعني كيف تعطينا رؤيتك لمستويات ربما سنشهدها لليورو زوج يورو دولار وإن كنا قريبين من الباريتي أولا في تحقيق هذا التكافؤ نعم في محاولة اليورو مقابل الدولار الأخيرة للارتفاع فحدت مستويات المقاومة حول 1.12 من محاولات اليورو للصعود وهذا بالتأكيد شيء يرجع إلى حقيقة فروقات أسعار الفائدة ما بين الولايات المتحدة وكذلك في منطقة اليورو في البنك المركزي الأوروبي إذا نظرنا بنظرة فنية فاليورو مقابل الدولار يتحرك منذ فترة في مستويات أعلى من 1.10 لكنها أيضا ما دون 1.12 وهذا يدل على أن المتداولين الآن بحاجة لمزيد من الإثباتات حول توجهات الزوج باعتقادي شخصيا مع انخفاض أحجام التداول حتى نهاية هذه السنة فمن الممكن أن تستمر الحركة العرضية في نفس النطاق المعتاد لحين اتضاح توجهات البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل والآخذين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي ربما يحتفظ بأسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية على الأقل خلال الربع الأول من 2020 نعم دعنا نتحدث عن الجنة الاسترليني في ظل المسجدات الجديدة وإمكانية الخروج دون اتفاق بعد تصريحات بورس جونسون الأخيرة في أنه يحاول تمرير اتفاق عبر البرلمان في بريطانيا يحول دون أن يقف البرلمان تجاه التمديد إلى متى سيستمر هذا الوضع في تقديرك في الحقيقة نشوف في البرلمان البريطاني حالة من التوتر اللي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية ولفترة زمنية قاصيرة اعتقد المتداولون والمتابعون لمسجدات البريطانية بأن هذه التوترات والضبابية حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد حلت كلها بعد الفوز الصاحق لحجب المحافظين لكن حاليا نلاحظ أن عادت التوترات من جديد مع توجهات رئيس الوزراء البريطاني لإتمام الخروج إن كان باتفاق أو بدون اتفاق فالحالة ربما تستمر حتى الشهر الأول من العام المقبل على الأقل لحين ظهور مزيد من المستجدات حول وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نعم ونحن نشكرك ضيفنا من عمان السيد ساركيس تشوبريان وأنت محل الأسواق في إيكوتي جروب ترجمة نانسي قنقر